شارك رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد في فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان التكامل من أجل نمو وقال رئيس البورصة إن التجارة البينية الإفريقية في الأوراق المالية تتطلب تكاملا بين البورصات وشركات الوساطة من خلال خطط ربط إلكتروني تسمح بتدفق الاستثمارات اتحاد البورصات الإفريقية بيعمل على إعداد برنامج لربط شركات الوساطة وبعضها ما بين سبع دول إفريقية في هذا الشأن لسا احنا في المراحل بتاعة البناء بس هدفه هيبقى الرئيسي هو إتاحة المعلومة عن الشركات المقيدة في السبع بورصات للشركات الوساطة وبعضها ومن ثم زيادة الرؤية ومن ثم زيادة الاستثمارات البينية اللي هتبقى بالنسبة المستثمر في نيجيريا في كينيا في أي مكان الدول اللي احنا بنتكلم عليهم كسبع بورصات بيقدروا أنه هم يتعاملوا من خلال شركات الوساطة في البورصات المختلفة ترجمة نانسي قنقر